من هنا انا مش هوف اتفرج عليك ارجوك على ارجوك الحمدلله هز لانا وراء العنم بالذنة مش كده احزن لا شايلة ولا جارة ولا بامبرز وحضنات وحضنات يا حبيبتي اللي زينا مالوش تقطان على الهاجات دي مسجل ابراهيم كبدك عندك ايه؟ ابراهيم ايه؟ انا احساك ان ان انه اتبراهيم عندك لك او صحيح لا تقلقين لك اوه انتبالك اوه انتبالك اوه انتبالك اوه حرقا باردو حلو اوه تبالي ستوران ها 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 لا براب يلا ايه يلا خلي قليلو ان احنا مستنينا عشان يروحنا يلا ماما يلا براح طيب هاالو ها ها ايوه يا ابراهيم ها نجوا صحة حبيبة قلبي تعال للمستشفى عشان ترجعنا على البيت ايه ده ماروان مش عندك ولا ايه ليه ما كلمنيش هو تعال بس يلا يا ابراهيم ما تتاخرش احنا مستنينا كل طيب تمام مسافة السكة سلامت يا نجوة حبيبة قلب سلام يا ابراهيم ألف سلامة عليك وراء العنب ألف سلامة بصة أستاذ هاني أنا عايزك بكرة الصبح تقدم طلب برئيس النيابة بكلها وتقول فيه إن حالة هايدي الصحية ما تسمحش إنها تقعد لا في السجن ولا برا السجن وعايزك كمان تحدد مكان إقامتها هنا على فيلا والدها وتطلب النوم يفرجوا عنها بكفالة خصوصا إنها أثبتت حسن نيتها لما سلمت نفسها بس ما عطقتش مش شفى السجن هتطلع تقريب بكده قدم إنت بس الطلب وأنا حاجب لك التقرير ريا أخي أستاذ هاني إنت محامي بتاعنا ولا بتاع المستشفى ده أستاذ نادر بيقول فيك شاعر طيب حاوم أنا بقى دلوقتي لما تقدم الطلب ويطلبه منك التقرير بقى كلمت بصوا بقى الودة فاكل نفسه صائع وهارف يتحك على واحد زي مروان بس ما تستهونش بيه قوي كده كبدك يجن بردك ولو قشت مروان قابلينا البت جل مش تطلع في سنين هالسود أنا شايف إنه إنسان حقير ولازم نخلص منه نديله إرشين ونبعده عن مروان بدل ما يباوز لنا كل حاجة يو طب انت بتشتموا ليه دلوقت؟ ليه بتشتموا في غيابه يعني؟ أما يبقى فوشك بقى شتموا براحتك كبدك ناقس آه لكن جدع برضا والنبي يهدوا علينا بس انتو الاتنين خلونا نفكر في طريقة نجيب الودة في صفنا نديله إرشين ونبعده عن مروان خالص وليه نبعده؟ اسمعوا مني بس انتو هدهولي وأنا استفرد بيه ونديله إرشين ساعتها يبقى معينا مش هو بيشتغل سواء لمروان أهو برضا كيبقى عين عليه وبعدين الودة كبدكي ناقس آه لكن مايبقىش كوريا قابل بعد كل اللي قالوا أنا مش فاهم بتحبي إيه في البلطاج ده؟ يو النفسية دي كوريا الودة إحنا لو اتفقنا معايا تضمنين؟ كبدكي؟ برأت؟ آه كتك قوى يمزع ضلوعك باقولك إيه؟ ما تقوم تنزلي وتسرح شوية هتلّى خمس سنوية ولا حاجة؟ خرمان وعايز أجيب دخان مش قادرة والله هيبقى لك واحد الكرة شد علي وضعري بيتقطع باقولك إيه؟ ما فيش حاجة اسمها مش قادرة أنا قلت تنزلي يبقى تقوم تنزلي مكرا لما انزل أغسل وانا راجح أجيب لك معي فلس حاطر باقولك إيه؟ ما فيش حاجة اسمها بكرة انت باين عليك مرة عاصية تحط في دماغك فردت جازمة قديمة وانا قلت تنزلي يبقى تنزلي خرم عليك أنا تعبئنا والله العظيم تعبئنا هرمت عليك إيشك يلا يلا يا أختي انزلوا واسرحوا وقادي فلوس يلا يا مناجوان، يا مناجوان، يا مناجوان، يا مناجوان، يا مناجوان، الوليه مش عارفة تلفز، تزالي ساعات انت تعلمت السؤال فين يا كبداكي؟ ياه، ده حوار يا باشا كمل على طول كمل واحنا مش هنروح على البيت ولا لا؟ لا لا لا، اطلع الماطلع، واحكي مفيش يا باشا، واحنا زغالين كان في واحد صاحبي ابو كان عنده تاكس كنا دائما نعلق التاكس من ابوه ونطلع نشق بين السؤال شاي يا ابراهيم وتعلمت بقى تخش يمين؟ يا باشا لمواخزة وتعلمت تلف الدريكسيون وتخش يمين؟ اوه باشا، يمين وشمال اوه بخش يمين بخش ابراهيم ده نمرا قلش سمال يال ده باية باشا تدوز فرام الوركن على جامر لا يا ابراهيم ما تعملش كده، انتخلي مواتنا يلا حبيبي انزلوا حرام عليك يا مراوان والله احنا ما عملنا حاجة وبعدين انا كنت هحكي لك على كل اللي ناوي يعملوا والله العظيم صدقني يا مراوان عشان خطري تهي انزلوا 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 بردو كده يلا يلا طب عشان خطري والله العظيم ما عملنا يلا عايف ماشي موسيقى 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 عرفها هيدي دي اول اجازة اخدها من اربع سنين مثلا طب واول اجازة هتاخدها هتقضيها جنبي هنا في المستشفى وفي السجن تغيرتيني اوي وغيرت نظرة الحاجات كتير ازاي يعني انا ندمت اني كبتك هنا وحاسس ان انا حطيتك في المكان الغلط كان مفروض اتحرك في الاتجاه التاني وحاول اثبت بردك مش اغمي عناي اوامش ولا الاوامر ودخلك السجن بايدي بس ده مكانش كلامك في الاول مش بقولك اتغيرت لو التغيرات دي هتبوزلك حياتك وشغلك فابعد عني احسن نعمش حابت وزاي ما دخلتك هنا بالقانون هخراجك برضه بالقانون اقولك على حاجة قولي انا مش ندمن ان انا حكيت لك على كل حاجة كان لازم قبل ما اقولك اني بحبك ان احكي لك على كل حاجة عارفة بقى مين اكتر واحد في الدنيا نفس اشكره واقتله في نفس الوقت مين؟ مراوعة ابو عرب شمال؟ عاوز اشكره لان لو كان بنا قدم طبيعي ومش نصاب عمرنا بكوننا حنتقابل عاوز اقتله عشان اللي عمله فيك وانا مع اني لسه ازعلانة منك بس برضو عايز اشكرك عشان انت ما خزلتنش ما خلتنش افخوا تستقاف كل حاجة حلوة بحس بيه ليه كده يا ابراهيم؟ ليه كده؟ الله هو انا يعني عشان عاجز انتم انت تجري؟ انا مش عارف اجري وراك؟ لاش يا هيمة؟ اعرف ابراهيم انا اتولدت من الوراق عند حتة كده اسمها مصنع الكراسي ما كانتش معروفة بس احنا اللي شعرناها عارف ليه؟ عشان لما لما كان عاين يديانا ولا حاجة انا ناخده ورا مصنع الكراسي ونعلم عليه بس بعدها بقا بيهش العب ملايان يا بتحب العب مع بعض عشان انا باعرف العب بسبت خمسين مليون بسبت الوراق بسبت مصر وجيت عاد تاني فاكيد مستحيل وانا قرارها تاني والعب معي يا الزبالة زيون والله العظيم ان هنفلت هاقولك وكنت هاقولك على ابراهيم ونوه ويهبن معاك ايه؟ بس يعني ما جاتش بطرس اقولله حبيبي حبيبي حان انا عايز اعرف كلك حاجة ما انا عارف بكل حاجة من ساعة ما كنتك مصر ومعاك المحمول اليوناني التاعج وعشان انت جاهلة مغبيا مش عارف بينا رومنج يعني ايه هيمة رومنج يعني تجوال وتجوال يعني داوي وما ان حضرتك في التجوال قفل الموبايل وترد علي الرسالة بتاعت الشبكة المستضيفة يعني انا اول ما اتصلت بيك عن محمول اليوناني بتاعي اللي معاك في مصر ردت علي امارة الامرة وقالت ايه؟ حيز الرقم ربما يكون مغلقا والله يقليها وحشة عارفة لو كان الموبايل مفتوح كنتش عرفت انتي فيه فاتت عليكم دي صح؟ فاتت عليكم والله العظيم مش اللي نعمل تهديك ده ابراهيم هو الاقيل ان انا عامل كل الكلام ده والله واطية يلا يا واطية شفتي يا عيما؟ شفتي نجوان عايزة تلبسك ازاي؟ واطية هي بقى ولا مش واطية صح؟ نجوان طلعت واطية صح؟ اقولك يا باشا الحوار ده بين كوبينبعد انا ماليش فيه انا لا اعرف نجوان دي ولا شفتها من لما خبطت عليكم باب الشقة هي حاولت تلف عليها صحيح وانا خبطت بير كده معرفه اوش شش بس عليك يا براهيم انا فجلك عيل زكي ويتفكر من نفس ايام الشقة قبل ما اعملهم بيطلع عيلها بله يده انا عادف بان ساعد ما خبطت الشقة وراها انك معاها انا جوان ما تصرفش كده من دماغها ابدا وانا جوان كل اللي اعملني هي تصرف بتنغمين اوش يا بقول لك معرفهاش ريح اشوف يا ريتفكر بدماغها اخرجوني من الحوار بتاعك وده ما تسنتقوش يا براهيم والله العظيم تعايل كدب والله انا بقى اعمل الفيلم ده كله عشان اشوف اللقطة دي وكل واحد فيكو بيبيع التاري ولا كله كوم كله كوم وموضوع الوصل ده كوم ياه لا 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 كانت حلوة يعني الوصل في الشنطة تتزرك يجيلي فيعرف العنوان لا 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 مرعبا بس اللي انا عايز اقوله لك بقى ان الوصل ده كان قديم جدا ولا رميوا في الدولاب وقبل ما نجوان تسافر مصر يعني هيا ما تعرفش بيه حاجة ايه كل ما في الموضوع خطيتو حطوتو في الشنطة عشان تعملوا الفيلم العربي ده عارف انا جوان انا شاطف ام؟ انا شاطف برافو برافو ماروان برافو عارف انا سبتك ليه قبل ما تجيدي فترة؟ عشان دي الحاجة الوحيدة اللي كان شكلاني وحتى فكرت فيها يا ترى الوحيدة اللي اقرب نبدأ ابني ولا ابن ابراهيم عشان كده عشان كده حتى فكر لغاية ما وصلت الحل قلت لا قولتي لي على علاقتك بابراهيم يبقى ابني ولا ما قلت ليش يبقى مش ابني وانتي ما قلت ليش والله العظيمة وربنا ده كان ابنك والله لا فعلا تتمنى كده انا من استهاش ممكن يكون عندك حق كده انت ابتديت تفهم تبقى شاطر لان فعلا النجوان مش مخيصة كده بس كده يبقى الموضوع اوسخ لان ازاي يبقى بطنها ابني وتتفق مع حشرة قادرة زيك لا ما تقولش كده طب حتى اسأله انا قلت له ايه؟ انا قلت له لو ما باهدتش عننا وعن حياتنا انا حبل لغمان اوده كل حاجة والله العظيم اقول لك يا باشا ملمسة مح كريم ايه رؤية احنا غلطنا وانتك كبير وكبير بيسامع مش قلتك ابراهيم انك حسسني وعارف ان انا طيب عشان كده انا مش هقتلكو انا بس هعمل فيكو زي ما كنا بنعمل زمان هعلم عليكم زي ما كنت بعمل في العيال ورا مصنع الكراسي خاطرين حرام عليه يلا حرام عليه يلا